تدور الشكوك حول أمكانية حصول الانتخابات التشريعية الفلسطينية في وقت يزداد الحديث عن احتمال تأجيل أو حتى إلغاء للانتخابات بسبب عدم تلقي القيادة الفلسطينية ردا إسرائيليا بشأن السماح بمشاركة المقدسيين ترشحا وانتخابا في هذه الانتخابات بهذا الصدد قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينة إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها في الثاني والعشرين من مايو المقبل هذا هو التقرير ولدينا ضيف نتوسع أكثر لنجيب على التساؤلات كل الاحتمالات واردة حتى نهاية الشهر الجاري هذا هو عنوان المشهد الفلسطيني قبل بدء الدعاية الانتخابية للفصائل والكتل المتنافسة في الانتخابات التشريعية إجراء الانتخابات أو إلغاؤها أو تأجيلها كلها سيناريوهات محتملة وسط غياب الرد الإسرائيلي على إجراء الانتخابات في القدس وإصرار القيادة الفلسطينية على أن القدس خط أحمر لا يمكن القبول بانتخابات بدونها في حال لم يكن هناك إمكانية لمشاركة أهلنا وشعبنا في المدينة المقدسة بالانتخابات أكيد لا يمكن القبول بان تكون هناك انتخابات حتى الآن لم نستنفذ كل الجهود التي تنصب للضغط على الاحتلال لإفساح المجال لشعبنا بالمشاركة في هذه العملية الانتخابية ووزير خارجي الدكتور رياض المالكي موجود في أوروبا الآن من أجل تفعيل كل ما له علاقة بكيفية إيجاد آليات لها علاقة بالضغط على الاحتلال خلافة حركة فتح المنقسمة على ذاتها بثلاث كتل قائمة حركة فتح بقيادة محمود العلول وقائمة الحرية التي تجمع المفصول من الحركة ناصر القدوة والمعتقل مروان البرغوثي وقائمة المستقبل المحسوب على القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان لا تقتصر على الملفات السياسية الداخلية بل تجاوزتها لتخرج أصوات معارضة ترفض أن تكون الانتخابات التشريعية مرهونة بقرار إسرائيلي ربما هناك أسباب أخرى كما قلت نحن نرفض استخدام القدس كذريعة سياسية أو ورقة سياسية في إطار الانتخابات والذهاب لها نريد للانتخابات وهو استحقاق ديمقراطي وسياسي كبير أن تحصل في موعدها ونريد لعقد هذه الانتخابات أن تكون معركة سياسية حقيقية مع الاحتلال تباين المواقف إذا إجراء أو تأجيل أو إلغاء الانتخابات والانقسامات التي تعصف بالحزب الحاكم في الضفة الغربية قد تؤسس معا حسب المراقبين لمرحلة سياسية معقدة أعتقد بأن القيادة الفلسطينية وحركة فتح تحدينا ستكون في مأزق إذا ذهبت للانتخابات بدون القدس وستكون في مأزق إذا ألغت الانتخابات بسبب القدس لأن هناك تباين في الاجتهادات لدى الجمهور الفلسطيني حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة تنوي القيادة الفلسطينية عقد اجتماع موسع ينتظر كثيرون معرفة قراراته وتبعاته السياسية احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية خرج من خانة التخمينات ليصبح حديثا علنيا الأمر الذي يحذر مراقبون من أنه سيخلق أزمة جديدة داخل الكتل والفصائل التي ترفض تأجيل أو إلغاء الانتخابات ثروة تقرأ الحرة رمالله هذا هو ضيفنا لليوم ناصر القدوة مؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي ورئيس قائمة الحرية دكتور ناصر شكرا جزيلا لك للانضمام إلينا وتلبية الدعوة لماذا كل هذه الجهود في ظل دبابية انعقاد الانتخابات أصلا من عدمها شكرا شكرا يعني نحن لا نقر بذلك ونحن نعتقد أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس حق الديمقراطي وأن يمارس الانتخابات الانتخابات تأجلت لفترة طويلة وكان هناك إشكاليات عندما بدأ السعي باتجاه هذه الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني ولكن بعد ذلك الشعب الفلسطيني حسم النقاش باتجاه ضرورة أن ننضي إلى الأمام وأن نعقد هذه الانتخابات وبالتالي الحقيقة الأمر مش تشاوري أنه أينما اقتضى بنعمل انتخابات وأينما اقتضى لا نعمل انتخابات هذا كلام غير مقبول من حيث المبدأ هذه واحدة ثانيا أنا الحقيقة مش عارف شو الجديد بالنسبة للقدس القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة والأطماع الإسرائيلية معروفة تماما وهناك اعتراف أمريكي من إدارة الرئيس ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل وهناك نقل السفارة وهناك إغلاق القنصلية وهناك الموقف الإسرائيلي المتشدد أكثر فأكثر حول هذه النقطة تحديدا يعني هذا كله كنا عارفينه قل لي أنت ما هو الجديد ونعرف ذلك لا يوجد شيء جديد وحقيقة فكرة أنه ما رأيك طب لماذا نستشير الإسرائيليين طب أعطيني تحليل المناسبة في عهد الجديد الجديد هو النتائج الشارون في عهد نتنياهو الجديد هو النتائج المحتملة لهذه الانتخابات هذا هو الجديد الموضوع برأيي مش موضوع القدس يعني حقيقة القدس هي عاصمة فلسطين وهي عروس الشعب الفلسطيني ولكن فكرة أن نشاور إسرائيل في عقد الانتخابات في القدس هذه فكرة خاطئة علينا أن نذهب إلى هذه الانتخابات وأن نقوم بعمل نضالي محترم وجدي ولإسرائيل أن تقوم بما تريد في هذا المجال لمنع هذا أو مقاومة هذا هذا هو الطريق الحقيقي والطريق السليم في التعامل مع موضوع القدس بغض النظر عن موضوع الانتخابات حتى لو كان الموضوع موضوع آخر ما يصير أن نسأل إسرائيل شو رأيك بالله ممكن موافقة أن نعمل هذا الموضوع طب عمي هذه عاصمتنا وهذا جزء أساسي من دولتنا وبالتالي هذه الفكرة كلها فكرة خاطئة لا يجوز أن نقع في هذا المطب وعلينا أن نمضي إلى الأمام فكرة الانتخابات أيضا لا يجوز التلاعب بموضوع الانتخابات وبموعد الانتخابات بهذه الطريقة لأنه ليس من حق حدا أنه يعمل هذا الكلام طيب دكتور راسر سامحني الصوت يصل لحضرتك متأخر أنا لا أقاطعك ولكن يصل السؤال لحضرتك متأخر أثناء إجابتك فارجو الصبر مني ومنك اليوم إذا تكرمت الدكتور فلنتفق أنها ستعقد أنت اليوم من المحسوبين على التيار سابقا تيار الاعتدال بفتح تتحالف مع مروان البرغوثي اليوم ويبدو على أقصى النقيد ما هي طبيعة التركيبة هل هذا شبيه بما يجري عند الجيران إسرائيل شاهدنا فيها أن الشعار كان في الانتخابات كله إلا بيبي كله إلا نتنياه هل هذا قريب لربما ما يجري الآن كله إلا عباس إن سمحت لي بالسؤال دكتور ناصر لا 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 طبعا ليس هكذا الأمر على الإطلاق وأنا لست من تيار الاعتدال ومروان برغوثي ليس من تيار المتطرفين نحن كلانا ننتمي إلى فكرة واضحة فكرة متجذرة في الوطنية الفلسطينية وتريد إنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين هناك قدر كبير من الواقعية السياسية في هذا المجال فليس صحيحا في كل التصنيفين على كل حال لكن الذي دعانا لخوض هذه التجربة هو الحالة البائسة التي تمر بها الساحة الفلسطينية والوضع الصعب والذي يجب أن يتغير لأنه من غير المعقول أن نستمر هكذا سواء فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية الداخلية تمام ستجيبني بعد قليل على أي تيار ترى نفسك محسوبا إن صحة التعبير أو صحة السؤال ولكن أتوقف مع حضرتك ومع المشاهدين عند آخر الاستطلاعات استطلاع للرأي أجره مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريدريتشي بيرت الألمانية أشارت نتائج الاستطلاع إلى فوز مروان البرغوثي بالرئاسة بمعدل 33.5% من الأصوات هذا مقابل 24% ونصف في المئة أيضا أو بالعشرة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فيما اختارت بعشرة ونصف بالمئة فقط رئيس حركة حماس إسماعيل هنية حول التصويت في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل منح 25% من الأصوات أو من المستطلع آراؤهم منحوا لقائمة حركة فتح برئاسة محمود العلول أما قائمة الحرية برئاسة مروان البرغوثي والقياد المفصول من حركة فتح ناصر القدوة ضيفنا اليوم جاءت في المركز الثاني بنسبة 13% سيصوت 8.2% لقائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس وكما ذكرنا هذه الأرقام كانت حسب استطلاع مشترك لمركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فرادريتش إيبرد الألمانية أعود إليك دكتور ناصر بعد أن تفقنا أن التشريعية ستعقد هذا يقودنا إلى أن الرئاسية ستعقد تترشح هل ستترشح حضرتك أو بروان البرغوثي لا إحنا لدينا موقف واضح في هذا المجال نحن قلنا وبشكل واضح أنه إذا ترشح الأخ مروان البرغوثي وفهمه أنه سوف يقوم بذلك بالفعل سوف ندعمه كقائمة حرية وسوف نتقدم بترشيحه إذا لزم الأمر هناك موقف واضح في هذا المجال ونحن ملتزمون بهذا الموقف إذا سمحت لي بس لدي تحفظ أو اثنين صغيرين تحفظ الأول على التعبير القياد المفصول من حركة فاتح أنا لا أقر بما جرى وهو مخالف للنظام الداخلي ومخالف للتاريخ ومخالف للمنطق ولا يعني يراعي تقاليد هذه الحركة التقاليد الراسخة وللقصة بقية هذا الموضوع لم ينتهي وأنا فتحويتي ليست محل شك الملاحظة الثانية أنه فيما يتعلق بالاستطلاعات يعني الحقيقة هناك إشكالية هناك إشكالية في ثقافة الاستطلاعات لدى الشعب الفلسطيني وفي حالة قائمة الحرية تحديدا هناك إشكالية الجهر بالموقف لأن حملة التخويف وحملة التهديد وحملة قطع الرواتب وحملة اتخاذ إجراءات مضادة إلى آخره الحقيقة يعني تسببت في الكثير من المخاوف لدى الناخب الفلسطيني وبالتالي من غير المتوقع أن يبوح الناخب بنيته التصويت لقائمة الحرية وبالتالي علينا أن نأخذ هذه النتائج بدرجة من التشكك أنا أعتقد أنها الحد الأدنى وأرجو وأتمنى أن تحصل قائمة الحرية على ثقة المواطن الفلسطيني وأن تحقق نتائج أفضل من ذلك وأنا أثق من هذا ذكر تسمية لربما كانت فرصة للتوضيح من حضرتك شكرا لك دكتور ناصر أنت غزاوي أنت من غزة وتحدثني الآن من غزة أنت قدت بأن غزة لم تكن دائما على قائمة أولوياتك اليوم وتوجهت إلى غزة كيف استقبلك الغزي يوم هناك؟ يعني أنا راجع إلى بلدي كما ذكرت هو جزء عزيز وحبيب من الوطن الفلسطيني وهو قطاع غزة المحاصر المنكوب الذي تتخذ إجراءات غير قانونية وغير منطقية بحق أبنائه وبحق موظفيه هذا كله أمر سيء وأنا في الحقيقة كان لي موقف من كل هذه المسائل مثل ما كان موقف لغيري لكن الحقيقة لم نوفق لم نوفق في فرض موقفنا أو في تغيير دفة الأمور أو في فرض سياسة مخالفة لما كان يجري الآن ما زال الأمر معلق ومن حق الأهل في غزة أن يغضبوا ومن حقهم أن يعتبوا ومن حقهم أن يتساءلوا عن المستقبل وأنا أقول أن المستقبل يجب أن يرتبط بجملة واحدة فقط العدالة والمسواة بين كل السكان الفلسطينيين وبين كل الموظفين الفلسطينيين وعدم جواز التمييز ضد أي مواطن ضد أي موظف خصوصا على أساس جغرافي ما ندخلش في التفاصيل وخمسة في المية وعشرة في المية ومرتب وإعادة وتقاعد مبكر ومش عارف إيش لا يا حبيبي كله زي بعض وهناك مساواة ويجب الالتزام بالقانون من قبل الجميع من قبل خاصة جميع المسؤولين أما عن قصة غيابي فهذه قصة الحقيقة أولا غير دقيقة أنا جئت إلى غزة في العديد من المرات السابقة ليس كما يجب صحيح ولكن القدوم إلى غزة أمر معقد بدهم موافقات إسرائيلية وبدهم استئذان وبدهم حكايات وبدهم ترتيب في الدخول وفي الخروج وهناك أيضا حقيقة وجود نظامين في أحيانا كان الوضع والعلاقة متوترة ولهذا سألت وأنت أعلنت العداء على الحركات الإسلامية العلاقة متوترة وأخيرا كمان عندما تأتي إلى بلدك يجب عندما تأتي إلى مواطنيك يجب أن تأتي بأجوبة نعم دخلت من معبر رفع والحقيقة الفرق في التوقيت يجعل هذا الحوار صعب قليلا بس أنا كنت بقول أنه كمان هناك حقيقة أخرى بسبب تسبب التغيب وهو عدم وجود أجوبة عدم وجود حلول تقدمها للموظفين وتقدمها للمواطنين وبالتالي لا يكون من المجد القيام بهذه الزيارات كل هذه الأسباب معا تسببت في الإقلال من هذه الزيارات ولكن كما ذكرت لك أنا هذا مسقط رأسي وهذا جزء عزيز وحبيب من الوطن الفلسطيني وسيبقى كذلك ولا مجال لدولة فلسطين المستقلة وعاصمة القدس بدون غزة والذي يساوم على قطاع غزة هو في الحقيقة يساوم على الضفة الغربية استحملنا سامحني رجاءا دكتور ناصر ليس بيدي قضية تأخير الصوت لحضرتك وأتمنى أن يكون هناك المزيد من الوقت لوقت ضيق ما مدى صحة الأنباء عن التعاون بينكم وبين تيار الدحلان في غزة طبيعة شكل التحالفات خارج أيضا إطار فقط تحالفك مع مروان البرغوثي مع من تتحالفون أيضا يعني أنا بصراحة زهقت من هذا السؤال ولذلك سأكتفي بالقول أنه ليس صحيحا ووجود أكثر من قائمة الآن برهان على ذلك خلصنا نقلب هذه الصفحة الممجوجة الآن نحن في قائمة واحدة الأخ مروان برغوثي والأخت فدوى البرغوثي وأنا والعديد من كوادر المحترمة والمميزة والمشهود لها من حركة فتح ومن خارج حركة فتح وقائمة الحرية هي قائمة حقيقة تمشث الإمكانية التغيير الحقيقي للحالة الفلسطينية القائمة وهي القائمة الوحيدة التي لديها مرشحين للمجلس التشريعي ومرشح للرئاسة وهكذا أنا أعتقد أن حقوقها أو حضوظها حضوظ كبيرة بالنسبة للتحالفات يعني نظام الانتخابات لا يبيح أو مش لا يبيح لا يبرر إجراء مثل هذه التحالفات لأنه انتخابات تمثيل نسبي كامل والوطن عبارة عن دائرة واحدة وبالتالي لا داعي لأي التحالفات قبل الانتخابات طيب في قضية غير ممجوجة قضية الفلسطينية لم تعد جدلية في الانتخابات الإسرائيلية حتى عملية السلام تقريبا لم تعد موجودة ما الذي ستقدمونه للفلسطينيين ماذا تطرحون أنتم اليوم للشعب الفلسطيني يعني الحل القسام بين غزة ورام الله هل هو بين أيديكم ما هو برنامج حل مشاكل الفلسطينيين الذين تقدمونهم نحن في الملتقى الوطني الديمقراطي قبل تأسيس قائمة الحرية طرحنا برنامج تفصيلي سميناه برنامج عمل وأصرينا أن يكون الاتفاق على البرنامج مقدمة للقائمة يعني قبل يسبق القائمة ولم ندخل في أي نقاش حول القائمة والأسماء والأرقام إلا بعد أن انتهينا من هذا البرنامج وهو برنامج طويل تفصيلي في 25 عنوان يتعامل مع كل الأمور المتعلقة بالصراع والأمور المتعلقة بالوضع الفلسطيني الداخل عددنا مفهوم للدولة وقلنا أن دولة فلسطين قائمة وإن كانت تحت الاحتلال بحكم الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني وبحكم احتراف أغلبية دول العالم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة